أعزائي طالبات وطالبات السنوية العامة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا لمادة الدناميكا هنتعرف من خلالها على أهم التطبيقات لقوانين نيوتن تعرفنا من خلال حلقات اللي فاتت على حركة الجسم على مستوى مائل سواء أملس أو خشن النهاردة هنتعرف على تطبيق تاني من تطبيقات قوانين نيوتن الهامة وهي البكرات البسيطة لما بيكون عندي جسمين بيكونوا معلقين في خيط ملفوف حول بكرة فبنشوف حركة الجسمين دول هيكون إزاي ومعادلاتهم إزاي من خلال الأمثلة اللي هتيجي أو هنعرضها من خلال حلقتنا النهاردة إن شاء الله تعالوا تابعوا أما بنقول حركة البكرات البسيطة هي حركة مجموعة مكونة من جسمين يتدلياني يتدلياني رأسيا من طرفي خيط يمر على بكرة ملساء فلو مثلا عنده هون بالشكل هون إذا روبت جسمين كتلتهم كاف واحد وكاف اثنين في طرفي خيط خفيف غير مرين يمر على بكرة صغيرة ملساء ويتدلياني رأسيا وكانت كاف واحد أكبر من كاف اثنين فإن المجموعة تبدأ الحركة من السكون بعجلة منتظمة قدرها جيم وبيتكون معادلات الحركة كالآتي طبعا الاتجاه العجلة زي ما احنا شايفينه في الرسم اتجاه القوة الأكبر أو الوزن الأكبر بيكون العجلة ناحيته وطبعا اللي هو يعني معنا كده إن القوة الأكبر اللي زي ما احنا اتفقنا على كاف واحد أكبر من كاف اثنين يبقى وزن كاف واحد هي اللي هتبقى اتجاه العجلة لأسفل وكاف اثنين هيبقى اتجاه العجلة لأعلى يعني جسمه هينزل والجسم الثاني هيصعد وبالتالي هتبقى معادلة الحركة كالآتي يبقى كاف واحد دال ناقص شين هيساوي كاف واحد في جيم والمعادلة التانية هتبقى شين ناقص كاف اثنين دال بتساوي كاف اثنين جيم اللي قوة الشد القوة اللي في اتجاه العجلة ناقص اللي ضده بيساوي الكتلة في العجلة وطبعا بنلاحظ هنا حاجة مهمة طبعا لما بيحتاج الضغط الضغط على البكرة بيكون الضغط بيساوي اثنين شين يعني بضرب الشد في اثنين نحصل على الضغط على البكرة طيب تعالوا كده عايزين نطبق الكلام ده في المثال التالي بقولوا علقة جسمان كتلة هما اثنين واربعين وستة وخمسين جرام من طرفي خيط يمر على بكرة صغيرة ملساء فاذا تحركت المجموعة من السكون فاوجد عجلة المجموعة ومقدار الشد في الخيط والضغط على البكرة ثم اوجد سرعة المجموعة بعد ثانيتين من بدء الحركة هنا طبعا المثال شامل عدة حاجات اولا انه عشان احصل على العجلة يبقى لازم حاجة بمعادلات الحركة بتاعتي بعد كده بشوف طبعا بعوض المعادلات الحركة بقدر ان انا من خلال حلهم قادر احصل على العجلة وقدر احصل على الشد والضغط احنا عارفينه طبعا انه بيساوي ضعف الايه الشد وبعد كده بطبق بقى قوانين الحركة في خط مستقيم عشان نحصل على السرعة طيب تعالوا نكتب مع بعض معادلات الحركة معادلات الحركة طبعا مهم جدا ان انا بحدد اتجاه العجلة الجسم طبعا اللي هو الاقوى او الاكبر في الوزن ده اللي هيبقى نحيته العجلة يعني هيبقى يبقى لأسفل والجسم اللي هو التاني هيصعد يبقى واحد هيتحرك لأسفل والتاني هيتحرك لأعلى اكتب معادلة الحركة الاولى اللي هي بتاعة الجسم 56 ما ننساش طبعا 56 هنا 56 جرام هنحولها الى كيلو جرام وبالتالي يبقى 56 من 100 في 9 و 8 من 10 ناقص شين اللي هتساوي 56 من 100 جيم طيب المعادلة التانية هتبقى شين ناقص 42 من 100 في 9 و 8 من 10 الكلام ده هيساوي 42 من 100 جيم ده كده معادلات الحركة هنجمع معادلات الحركة 1 و 2 يبقى عندي 56 من 100 في 9 و 8 من 10 ناقص 42 من 100 في 9 و 8 من 10 اللي بيساوي 98 من 100 جيم بكده نحصل على العجلة جيم اللي هتساوي 1 و 4 من 10 متر على الثانية تربية نعود في اي معادلة فيهم ولتاكل معادلة مثلا التانية نحصل على الشد وطبعا بنعود في المعادلة التانية اسهل لي من الاولى عشان الشد هنا هيطلع موجب على طول يبقى شين ناقص 42 من 100 في 9 و 8 من 10 الكلام ده بيساوي 42 من 100 في 1 و 4 من 10 يبقى الشد هنا هيساوي 4 و 704 من 1000 نيوتن طيب لو حبنا نحولها الى ثقل كيلو جرام هنكتب القانون بتاعنا ضغط بيساوي 2 شين يبقى 2 في 48 من 100 يعني بيساوي 96 من 100 ثقل كيلو جرام ده كده الضغط على البكرة عشان نحسب السرعة سرعة المجموعة بعد ثانيتين من بدء الحركة أنا طبعا الحركة او المجموعة بدأ من السكون هنكتب معادلة الحركة يبقى عين هتساوي عين سفر زائد جيم نون يعني معنى كده ان السرعة بعد ثانيتين هتساوي سفر اللي هو عين سفر بساوي سفر لان الحركة من السكون زائد العجل اللي حصلنا علىها 1 و 4 من 10 في السانيتين يعني حيساوي 82 من 10 متر على الثانية يبقى ده كده السرعة بعد ثانيتين تعالوا نشوف ايزا ايضا مثال اخر هنكتب مع بعض المثال ونبدأ في الحل ونشوف مع بعض نتابع ايضا الخطوات بتاعتنا مع بعض جسمان كتلة هم 350 و 140 جرام مربوطان في طرفي خيط يمر على بكرة ملساء ويتدليان رأسيا اولا بقول لي اوجد عجلة المجموعة والشد في الخيط والضغط على البكرة المطلوب التاني بقول اذا بدت المجموعة الحركة من السكون فاوجد البعد الرأسي بينهما بعد نصف ثانية من بداي الحركة اول حاجة كده تعالوا نشوف مع بعض الجسم ده هيتحرك ازاي او الجسمين هيتحركوا ازاي طبعا عارفين الجسم الاسقل وزنا حيكون اتجاه الحركة ناحيته حييتحرك الاسفل والجسم اللي هو الاقل حييتحرك لاعلى يبقى هنحدد اتجاه العجلة زي باحدة شايفينها في الرسم حددنا اتجاه العجلة نكتب معادلات الحركة بتاعينا الجسم الاولين اللي هو 140 هنشوف او 35 من 100 هنشوف 35 من 100 هنشوف الجسم ده طبعا بتحرك لاسفل يبقى القوة القوة اللي في اتجاه العجلة بتاعته او في اتجاه الحركة ناقص القوة اللي في اتجاه المضاد بيسوي الكتلة في العجلة ده قانون نيوتن اللي احنا عارفينه قانون نيوتن التهن يبقى 35 من 100 بعد ما حولنا طبعا الجرام الى كيلو جرام في 9 و 8 من 10 ناقص 20 هتسوي 35 من 100 جيم اسمي ده معادلة رقم واحد المعادلة التانية اللي هي بتاعت الجسم الصاعد اللي في اتجاه العجلة الفوق ده عبارة عن 20 ناقص 14 من 100 في 9 و 8 من 10 الكلام ده بيسوي 14 من 100 جيم اسمي ده معادلة رقم 2 وتعالوا كده نحل 1 و 2 مع بعض هنقول طبعا بالجامع جامع 1 و 2 يبقى 35 من 100 في 9 و 8 من 10 ناقص 14 من 100 في 9 و 8 من 10 اللي حيساوي 49 من 100 جيم من هنا نقدر نحصل على العجلة جيم اللي حتساوي 4 و 2 من 10 متر على الثانية تربية بعد ما حصلنا على العجلة نقدر نعوض في اي معادلة فيهم بنعوض في المعادلة اللي احنا بنقول عليها السهلة اللي هي الشد بيكون فيها موجب عشان اتلاشل اللي شارع السالبة يبقى اطلع العائل الشد مباشرة من المعادلة التانية يبقى شين حتساوي 14 من 100 في 4 و 2 من 10 زائد 14 من 100 في 9 و 8 من 10 يعني حيساوي 1 و 96 من 100 نيوتين عايزين الضغط على البكرة الضغط على البكرة بيساوي 2 شين نعوض يبقى 2 في 1 و 96 من 100 يعني بيساوي 3 و 92 من 100 نيوتين ده كده الوحدات بالنيوتين لو هو عايزة بسوق الكيلو جرام هنسمع زي ما احنا عارفين على 9 و 8 من 10 طيب تعالوا نشوف المطلوب التاني اللي هو عايز فيه المسافة او البعد الرأسي بين الجسمين بعد نص ثاني البعد الرأسي ده حيبقى انا عندي فيه هنكتب المعادلة بتاعتنا معادلة الحركة في خط مستقيم الفيه بيساوي عين سفر نون زائد نص جيم نون تربية تعالوا نعوض هو المجموعة تحركت من السكون يبقى عين سفر بتساوي سفر وبالتالي يبقى فيه حتساوي سفر زائد نص فيه 4 و 2 من 10 فيه نص تربيع اللي هي اللي هي النون بتساوي نص ثانية يبقى نص تربيع هتساوي 525 من 1000 متر او ممكن نكتبها بالسنتي يبقى 52 ونص سنتيمتر تعالوا ايضا عايزين نشوف مع بعض مثال اخر بول جسمان كتلتهمة خمسمية وعشرين وستمية جرام مربطان في طرفي خيط يمر على بكرة صغيرة ملساء ويتدلياني رأسيا بدت المجموعة الحركة من السكون عندما كانت كل من الكتلتين على ارتفاع 155 سنتيمتر من سطح الارض وبعد ثانية واحدة من بدء الحركة قطع الخيط اوجد سرعة كلهم من الكتلتين لحظة وصول كل منهما الى سطح الارض طبعا مهم جدا هنا لما بيقول لي هنا قطع الخيط يبقى مهم جدا ان انا احسب سرعة الجسم قبل انقطاع الخيط ودي تعتبر سرعة ابتدائية بعد بعد انقطاع الخيط طيب تعالوا نرسم الاول مع بعض لما نرسم الشكل هون فيه طبعا جسم حيبقى نازل لاسفل والجسم صعد لاعلى الجسم النازل اللي هو الاكبر والجسم الصعد اللي هو الاقل زي ما احنا شايفين يبقى اتجاه العجلة من حد اتجاه العجلة مهم جدا في الحل لان بنبنى على اتجاه العجلة بنبنى عليها اللي هي معادلات الحركة اللي هنكتبها المعادلة الاولى هتبقى 600 في 980 هنا الوحدات بتاعتنا ملاحظين هنا الوحدات هنخلىها بالجرام عايز تحولها بالكيلو جرام مفيش مانع بس هنحاول طبعا القوة بالنيوتين يبقى هنا 600 في 980 خلناها بنفس الوحدات الجرام يبقى ناقص شين هتساوي 600 جيم اسمي دي معادلة رقم واحد المعادلة التانية شين ناقص 520 في 980 هتساوي 520 جيم اسمي دي معادلة رقم اتنين نحل او نجمع واحد واثنين المعادلتين واحد واثنين بالجمع نجمعهم يبقى 600 في 980 اللي ناقص 520 في 980 اللي هتساوي 1120 جيم بكده نقدر نحصل على قيمة جيم جيم اللي هتساوي 70 سنتمتر على الثانية تربية بعد ما حصلنا على قيمة جيم عزين الشد قلنا هنعوض في المعادلة السهلة اللي هي المعادلة رقم التين نعوض يباشين ناقص 520 في 980 اللي هتساوي 520 في 70 بكده نقدر نحصل على الشد في الخيط اللي هو هيساوي 546 ألف دا كده بالدين لو عايزها بالنيوتين هنقسم على 10 قصة 5 عشان نحولها لكن هو طبعا مش عاوز تحويلاتي بحننخلى زمه هي دا كده الشد طب عايزين هنا نجيب أو نحصل على السرعة بيقول لي هنا بعد قطع الخيط بعد ثانية واحدة يبقى هنحسب هنا السرعة قبل انقطاع الخيط اللي هي بعد ثانية واحدة وهي دا تعتبر سرعة ابتدائية بعد انقطاع الخيط مهم جدا الحكاية دي يبقى اول حاجة هنحسب السرعة لحظة القطع الخيط من القانون بتاعنا اللي هو عين بتساوي عن سفر زائد جمنون يبقى هنا عين هتساوي سفر لان السرعة هو بد من السكون ده هي السرعة اللي حتتحرك بيها او بعد انقطاع الخيط المسافة اللي تتحركها كل من الكتلتين في ثانية واحدة هنحسبها يبقى فيها تساوي عين سفر نون زائد نص جيم نون تربيع نحسبها مع بعض يبقى فيها تساوي سفر اللي يعين سفر بسوى سفر زائد نص في العجلة اللي هي سبعين في ثانية واحدة يعني واحد تربيع يعني هتساوي خمسة وثلاثين سنتيمتر ده كده قبل انقطاع الخيط اللي هو فيه خلال الثانية الواحدة لأ بعد انقطاع الخيط تعالوا شوف بقى معادلات الحركة بتاعتنا بعد قطع الخيط الكتلة دي ستمية جرام دي هتستمر في الهبوط بسرعة ابتدائية قدرها سبعين سنتيمتر على الثانية الى اسفل وبعجلة تسعمية وتمانين سنتيمتر على الثانية تربيع اللي هي عجلة الجاذبية الارضية لكن وسرعتها عند وصولها للارض هنقدر نحسبها نحسبها ازاي تعالوا نحسبها مع بعض عندي عين تربيع بتساوي عين سفر تربيع زايد اتنين ده الفيه المسافة هنا اللي اتحركتها عبارة عن المية خمسة وخمسين ناقص الخمسة وثلاثين اللي احنا حسبناه يعني هتدينا مية وعشرين سنتيمتر يبقى عندي المسافة مية وعشرين وعندي طبعا سرعة ابتدائية اللي هي تعتبر السرعة النائية فيه قبل انقطاع الخيط وعجلة الجاذبية اللي احنا عارفنا تعالوا نعود في القانون بتاعنا يبقى عندي تربيع بتساوي سبعين تربيع زايد اتنين فيه تسعمائة وتمانين فيه مية وعشرين يبقى عندي هتساوي ربعمية وتسعين سنتيمتر على السنة تعالوا نشوف المطلوب التاني الكتلة اللي هي خمسمائة وعشرين جرام ديان هتستمر في الصعود بسرعة ابتدائية سبعين سنتيمتر على السنة اللي احنا حسبناها فيه قبل انقطاع الخيط الى اعلى دي هتتحرك لاعلى فترة معينة بتقصير منتظم قدره تسعمائة وتمانين سنتيمتر على السنة تربيع حتى تسكن يعني السرعة اللي هو الجسم التاني او الكتلة اللي هي خمسمائة وعشرين هتبدأ بعد انقطاع الخيط مش هتمزل مباشرة لا هتتحرك مسافة صغيرة جدا وبعدين تسكن وبعدين تبتدي تنزل مرة تانية فطبعا عايزين نشوف احنا المسافة دي لغاية ما تسكن لحظيا وبعدين ثم تبدأ في الهبوط بعجلة منتظمة قدرها تسعمائة وتمانين سنتيمتر على السنة تربيع عايزين نحسب سرعتها لحظة وصولها الى سطح الارض طب حتكون سرعتها بالشكل الاندي هنعود في القانون اللي هو عين تربيع بتساوي عين سفر تربيع زائد اتنين دل فيه انا عندي دل هنا بتساوي سالب تسعمائة وتمانين سنتيمتر على السنية تربيع اللي هي عجلة الجذبية وطبعا الجسم طبعا اذا كان طالي هتحرك بعجلة تقصرية اللي هي الاسفل اللي هي عجلة الجذبية هتبقى الاسفل وعند المسافة عبارة عن سالب مية خمسة وخمسين زائد خمسة وثلاثين هنجمعهم يبقى سالب مية وتسعين سنتيمتر تعالوا نعود في القانون بتاعنا عين تربيع بتساوي عين سفر تربيع زائد اتنين دل فيه يعني سبعين تربيع زائد اتنين في تسعمائة وتمانين في مية وتسعين يبقى هنا الصرعة هتساوي سبعين جذر سبع وسبعين سنتيمتر على الثانية دي كده سرعة حصلنا على سرعة الجسمين بعد انقطاع الخيط تعالوا عايزين نشوف ايضا مع بعض المثال التالي بوليا مر خيط خفيفة على بكرة صغيرة ملساء ويتدل من احد طرفيه كتلة مقدرها اربعة كيلو جرام من الطرف التاني كتلة مقدرها عشر كيلو جرام اوجد اولا عجلة المجموعة والضغط على البكرة ثانيا اذا انفصل جي خمسة الكتلة الكبرى عن المجموعة بقول لي اثبت ان قيمة الضغط على البكرة تصبح 21 على 25 من قيمتها الاولى طبعا هنشوف الجزء الاولاني اللي هو المجموعة بتتحرك بعجلة معروفة بعجلة جيم هنكتب معادلات الحركة بتاعتنا طبعا فيه كتلة بتنزل يبقى العجلة ناحيتها وفيه كتلة تانية بتصعد يبقى العجلة برضو ايضا هنعمل الساهم ناحيتها زي ما احنا شايفين في الرسم نكتب معادلات الحركة بتاعتنا يبقى 10 في 9 و 8 من 10 ناقص شين اللي بتساوي 10 جيم دي المعادلة الاولى المعادلة التانية اللي هي بتاعت الجسم اللي هو 4 وبرعا عن شين ناقص 4 في 9 و 8 من 10 هتساوي 4 جيم اسمي المعادلة دي معادلة 2 زي ما احنا اتفقنا في المسائل اللي فاتت هنحل معادلتين بالجمع نجمع المعادلتين يبقى 10 في 9 و 8 من 10 ناقص 4 في 9 و 8 من 10 هتساوي 14 جيم بكده نقدر نحصل على قيمة جيم اللي هتساوي 4 و 2 من 10 متر على الثانية تربيع هنعوض عشان نجيب الشد نعوض في المعادلة التانية نجيب الشد يبقى شين هتساوي 4 في 4 و 2 من 10 زائد 4 في 9 و 8 من 10 يعني بتساوي 56 نيوتم الضغط على البكرة زي ما احنا عارفين الضغط بيساوي 2 شين يبقى حيساوي 2 في 56 يعني بيساوي 112 نيوتم لو عايزين نحولها لثقل الكيلو جرام زي ما احنا اتفقنا هنسمع على 9 و 8 من 10 يعني 112 على 9 و 8 من 10 راح تساوي 80 على 7 ثقل كيلو جرام تعالوا نشوف بقى معادلات الحركة بعد انفصال 5 الكتلة الكبرى لما ينفصل 5 5 يعني 50 كتلة الكبرى يبقى حيكون بقى قدية حيكون بقى من الكتلة الكبرى 3 على 5 من كتلتها تعالوا نحسب الكتلة البقية يبقى الكتلة 10 كيلو جرام هتصبح 10 في 3 على 5 يعني بتساوي 6 كيلو جرام المجموعة هتتحرك في نفس اتجاه الحركة الاولى بعجلة ممتظمة بس هتبقى عجلة جديدة اسمها جيم شرطة وايضا الشد حيختلف بقى الشد هنا حيكون شين شرطة تعالوا نكتب معادلات الحركة من جديد بعد انفصال 5 الكتلة الكبرى المعادلة معادلات الحركة هتبقى 6 في 9 و 8 من 10 ناقص شين شرطة اللي بتساوي 6 جيم شرطة اسمي دي معادلة رقم واحد المعادلة التانية هتبقى شين شرطة ناقص 4 في 9 و 8 من 10 بتساوي 4 جيم شرطة اسمي دي معادلة رقم 2 هنجمع المعادلاتين مع بعض جيم واحد و 2 يبقى 6 في 9 و 8 من 10 ناقص 4 في 9 و 8 من 10 بتساوي 10 في جيم شرطة يبقى جيم شرطة اللي هي العجلة الجديدة اللي هتحرك بقى بعد انفصال القتلة جيم شرطة هتساوي 1 و 96 من 100 متر على الثانية تربيع عشان نحصل على الشد الجديد بعد انفصال القتلة هنعود في المعادلة مثلا رقم واحد يبقى هنا شين شرطة هتساوي 4 في 1 و 96 من 100 زائد 4 في 9 و 8 من 10 يعني بتساوي 47 و 4 من 100 نيوتن كده هنحصلنا على الشد شين شرطة بالنيوتن عايزينا بسوق الكيلو جرام هنقسم 47 و 4 من 100 على 9 و 8 من 10 يعني بتساوي 4 و 8 من 10 ثقل كيلو جرام عايزي الضغط في نفس الوقت بعد انفصال القتلة يبقى الضغط هنا حيساوي 2 او ضعف اللي هو الشد الجديد يعني 2 شين شرطة يبقى حيساوي 2 في 4 و 8 من 10 يعني بتساوي 9 و 6 من 10 ثقل كيلو جرام طيب عايزي هنا النسبة ما بين اللي هو الضغط في الحالة الاولى على الضغط في الحالة التانية يعني ايه اللي ترى عشان نجيب النسبة ديا هنقسم الضغط في الحالة الاولى او في الضغط في الحالة التانية على الضغط في الحالة الاولى ونشوف هيدينا 9 و 6 من 10 على 80 على 7 يعني بتساوي 21 على 25 وده المطلوب لانه عايزي هنا ان الضغط عايزي يزبط ان الضغط في الحالة التانية بيساوي 21 على 25 من الضغط في الحالة الأولى وده كده فعلا المطلوب تعالوا نشوفها إزاي مع بعض المثال التالي بقولوا علقت كفتة ميزان كتلة كل منهما 50 جرام في طرفي خيط خفيف مر على بكرة صغيرة ملساء وضع في إحدى الكفتين جسم كتلته 150 جرام وفي الأخرى جسم كتلته 250 جرام بقول لي احسب أولا العجلة المشتركة للمجموعة ثانيا الشد في الخيط ثالثا الضغط على الكفتين رابعا إذا بدت المجموعة الحركة من سكون فأوجد سرعة المجموعة بعد مرور 2 ثانية من بدء الحركة طبعا هنا شايفينا هون المثال ده معي أزاي شامل عدة حاجات شامل العجلة شامل الشد شامل الضغط شامل الحركة في أو قوانين تطبيق الحركة في خط مستقيم تعالوا كده نشوف الرسمة مع بعض زي ما احنا شايفينا هون ان في الجسمين دول موجودين في الكفتين فيه طبعا الجسم اللي هو في المتين والجسم 300 طبعا العجلة هتتحرك ناحية نحو اللي هو الكطة الأكبر اللي هو أو الوزن الأكبر اللي هو 300 يبقى عجلة الأسفل الجسم اللي هو 300 هتتحرك لأسفل والجسم اللي هو المتين هتتحرك لأعلى نكتب معادلات الحركة مع بعض يبقى 300 في 980 ناقص شين هتسوي 300 جيم أسمي دي معادلة رقم واحد المعادلة التانية هتبقى شين ناقص 200 في 980 هتسوي 200 جيم أسمي دي معادلة رقم اتنين هنحل المعادلتين مع بعض بالجمع يبقى 300 في 980 ناقص 200 في 980 هتسوي 500 جيم أقدر هنا أحصل على قيمة جيم اللي هي العجلة اللي هتحرك بها المجموعة 196 سنتمتر على الثانية تربية ودي المطلوب وده المطلوب الأولين المطلوب التاني هنعوض فيه المعادلة رقم اتنين عشان نحصل على الشد في الخيط يبقى شين هتساوي 200 في 196 زائد 200 في 980 يبقى الشد هتساوي هنا 3 اتنين مليون تلتمية اتنين وخمسين داين وبالتالي ده هيبقى لما أجي حوله إلى نيوتن أو ثقل جرام لما حوله إلى ثقل جرام هقسمه على 980 يبقى بتساوي 240 ثقل جرام عشان نجيب الضغط على الكفة الضغط على الكفة هنا حاول نكتب معدد الحركة بتاعتنا يبقى 250 في 980 ناقص ريه واحد اللي حتساوي 250 جيم يبقى ريه واحد اللي هو الضغط على الكفة الاولى اللي هي بيساوي 250 في 980 ناقص 250 في 196 اللي حيساوي مليون 196 ألف ضاين عشان نحولها الى ثقل الجرام بنقسمها على 980 حيساوي يبقى هنا الرد الفعل او الضغط على الكفة الاولى حيساوي 200 ثقل جرام طيب تعالوا نحسب الضغط على الكفة التانية نفس الكلام ونفس الرسمة الضغط على الكفة التانية يبقى هنا باخد اللي هو وزن الجسم فقط وليس وزن الكفة في المسالة يعني حيبى معدد الحركة عبارة عن ريه اتنين ناقص 150 في 980 اللي حيساوي 150 جيم حنشوف المعادلة نحسب ريه اتنين اللي هو الضغط على الكفة التانية يبقى ريه اتنين حتساوي 150 في 980 زائد 150 في 196 اللي حيساوي مليون 764 ضاين من هنا في الحالة دي قادر ان انا احسب الكلام ده لثقل الجرام حاوله لثقل الجرام ان انا حاسم على 980 لما اسم على 980 يبقى ساوي 180 ثقل جرام وده المطلوب التاني ايبقى كده حصلنا على الضغط على الكفة الاولى والضغط على الكفة التانية طيب عايزين نحسب بقى سرعة المجموعة بعد اتنين ثانية هنستخدم القانون بتاعنا اللي هو عين بيساوي عين سفر زائد جي منون نعوض هو طبعا عين سفر بتساوي سفر لان دي بالحركة من السكون يبقى عين هتساوي سفر زائد 196 في اتنين ثانية يعني هتساوي 392 سنتمتر على الثانية بكده عايزين يكون وصلنا الى نهاية حلقيتنا النهاردة اللي تبعنا فيها اهم تطبيق من تطبيقات قوانين نيوتن اللي هو تطبيق البكرات البسيطة شفنا مهم جدا عند قطع الخيط مهم جدا ان احنا نحسب السرعة والمسافة قبل انقطاع الخيط وهي تعتبر السرعة النهائية قبل انقطاع الخيط هي السرعة اللي ابتدائية بعد انقطاع الخيط مهم جدا الحجيديا مهم جدا الوحدات زي ما قلنا واكدنا عليها في الحلقات اللي فاتت اشكركم على حسن متابعتكم الى ان نلتقي في حلقة قادمة لكم مني اطلب لبنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو